السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته من الصعود التعريف الماديكال透明ولوجي هي عبارة عن بمعنى انها اللغة الطبية اللغة التي نتكلمها في مجال الطب اللي هي بتسهل بتعمل حاجة اسمها effective and accurate communication اللي هو التواصل المؤثر والدقيق بين طبيب وطبيب تاني طبعا ده بنعتمد على الكلمات الجريك اللي هي اليونانية واللاتين اللي هي الكلمات اللاتينية يعني كلمات مش انجليزية يعني بتختلف عن اللغة الانجليزية فدي بنسميها اللغة الطبية طيب عندي الميديك الورد اللي هي الكلمة الطبية او المصطلح الطب ده كم element كم عنصر قال لي اربع عناصر عندي حاجة اسمها الورد root تاني حاجة combining vowel تالت حاجة عندي الافيكس الافيكس ده فاق اسمين فيها prefix وفيها suffix نجي نتناول كل واحد لوحد اول حاجة خالص اللي هي الورد root ايه هو الورد root ده هو عبارة عن من اسمه root يعني اصل او جدر اصل الكلمة foundation of medical terms هو اساس المصطلح الطبي اساس المصطلح الطبي اللي ما ينفعش يخلو منه قال لي almost all medical terms have at least one word root على اقل لازم الميديكال في تيرم ده يكون عنده one root على اقل ما ينفعش كلمة طبية medical word من غير root تمام قال لي طبعا معظمها بيكون زي ما قلنا فوق اللي هي بتستمد من الكريك اللي يبتل بيونانية او لاتينية قال لي عندي قاعدة قال لي ممكن تلاقي two roots اثنين مختلفين لهم نفس المعنى وممكن تلاقي root واحد له اكتر من معنى معنى اسمه طب لا قلت m-a-c-r m-a-c-r دي معنى ايه؟ معنى large عكس micro تمام ده اللي هو الورد روت اساس الكلمة اللي من غيره ما ينفعش الكلمة تتكتب تمام يبقى ده الورد روت اول element معنا اللي هو foundation of the medical term طيب الجزء الثاني اللي هو البريفيكس البريفيكس والصافيكس هما الاثنين واحد لكن الاختلاف في المكان بتاعهم هما الاثنين بيدخلوا على الكلمة بيتصلوا بالكلمة بيغيروا معناها بيغيروا معناها تمام بس الاختلاف بينهم المكان بتاعهم البريفيكس بيكون موجود في البيجينينج وفي الورد في بداية الكلمة لكن الصافيكس في نهاية الكلمة الـ end وفي الورد هو ده الاختلاف بينهم لكن هما attached to الورد أو الورد روت هما الاثنين attached للكلمة عادي بيرتبطوا بالكلمة عادي وبيعملوا change its meaning يعني بيغير في المعنى وده برضو بيغير في المعنى الاختلاف ان انت هنا beginning وهنا int انتهينا في البداية انتهينا في النهاية تمام نفهم بالامثلة قال لي مثلا باستخدام الورد روت serm serm يعني كلمة تشير الى temperature الحرارة تمام لما يأتي مثلا نضيف different suffix will different will give different meanings لما أضع suffix أو prefix مختلفة هيديني معنى تاني خالص تمام زي ما قول مثلا hypo hyper الاثنين هايبو وهايبر عكس بعض واحد معناها low والتاني معناها هاش تمام طيب الهايبو والهايبر ما كان هم فين في الكلمة الكلمة بتاعتنا hypo سيرميا وهايبر سيرميا ما كان هم فين هل هم في الاول ولا في الاخر برافو في الاول يبقى يصنفوا كايه كبريفيكس تمام يبقى الهايبو والهايبر هنا بريفيكس ليه لانهما جم في البيجينينج أو في الورد في بداية الكلمة لما يجي نشوف الهايبو دي معناها أصلا بلون نورمال يعني تحت المستوى الطبيعي انتقليت عن الطبيعي تمام لما أجهد أضفها لبداية كلمة سيرم وده معناها low temperature يعني حرارة منخفضة طيب الهايبر ده أباف نورمال يعني حاجة أزيد من مستوى الطبيعي دي بتكون لما لتتصل بالبيجينينج ببداية الكلمة سيرم هتعمل لي حاجة اسمها هايبر سيرميا وده معناه high temperature تمام يبقى دي اللي هي البريفيكس أهم الكلمة فيها اللي هي تبقى موجودة في البيجينينج في البيجينينج اللي هي بداية الكلمة طيب بالنسبة للصافيكس احنا قلنا نفس التعريف هي عبارة عن word element موجودة فين في end of the word بتغير المعنى عشان تغير معنى الكلمة تمام زي ناخد مساء عندي الورد روت هبات هبات ده معناه liver اللي هو الكبد تمام لما نضيف صافيكس مختلفة ده هيعمل لي ايه؟ هيغير لي في المعنى هيغير لي ايه؟ هيغير لي في المعنى طيب لما نشوف اول صافيكس معنا هي itis والتانية اللي هي الميجلي ناخد واحدة واحدة itis ده معناها inflammation ده صافيكس نجاه في الآخر معناها inflammation تمام؟ لما نضيفها للإند بتاعت الهبات اللي هي هتبقى ايه؟ liver inflammation معناها hepatitis هباطايتس ده معناها liver inflammation قد الورد روت اللي هو الهبات والايتس ده هي الصافيكس تمام؟ طيب نشوف الميجال ميجال ده معناها enlargement يعني حاجة كبرد في الحجم حاجة كبرد في الحجم لما نضيفها النفس الورد روت اللي هو الهبات اللي هو معنا liver ده هيدينا ايه؟ هيدينا حاجة اسمها liver enlargement طب اسمها ايه بقى كميديكال تيرم؟ اسمها هباتو ميجالي هباتو ميجالي تمام؟ يبقى هنا هنا لما ضفت في البريفيكس هنا دي بريفيكس مش صافيكس تمام؟ دي غلطة تمام؟ لما ضفت بريفيكس غيرت لي المعنى تمام؟ ولما ضفت هنا الصافيكس غيرت لي برضو المعنى تمام؟ تمام؟ نجل الكمباينج فورم اللي هو العنصر الرابع اللي عبارة عن word root followed by a vowel الرابع نضيفه للوورد روت بعدها نضيف الحرف الفول بعدها الوورد روت زائد حرف O يكون لي شيء اسمه الكمباينينج فورم نرى الكمباينج فورم بمعنى صح وظفته يعمل لي جمع لي 2 روت مع بعض بل يكون أنا سأتكلم عن حاجة اسمها الربيسيز الربيسيز هذه هي كرة الدم الحمرة كرة الدم الحمرة لها اسم ثاني اسمه الاريسروسايت ارسروسايت ارسروسايت كم روت ارسرو اسم ارسرو اسم هذا الاسم الثاني أو الروت الثاني هذا معناه خلية نحن نربطه مع بعض لازم فيه حاجه حتى تعمل لهم جويننج هتضمهم على بعض هتربطهم ببعض هذا اللي هو اسمه الكمباينج فورم أو الفاول مين هو الفاول؟ له حرف الاولف فبقت الكلمة على بعضها إرسرو سايت إرسرو سايت يعني كراط الدم الحمراء تمام؟ قال الورد root to be joined with a suffix to form a medical term مثل الإرسر إرسر ده معناه ايه؟ معناه رد يعني حاجة لونه أحمر وبويسز هذه معناه production يعني إنتاج تكوين طيب عايز ده روت وده روت عايز أدمجهم مع بعض يبقى بحرف الاو اللي هو الفاول حرف المتحرك بقى الكلمة على بعضها اسمها إيه؟ إرسرو بويسز يعني معناها red blood cell formation يعني تكوين وإنتاج كراط الدم الحمراء ده معناه إيه؟ معناه إرسرو بويسز مكونة من إرسر اللي هو الرد والبويسز معناها production أو التكوين تمام؟ هناك شيء اسمها compound medical term هذا يعني term ومصطلح طبي يحتوي على أكثر من روت مثل ما قلتك كارديو بالمونري كارديو بالمونري هذا كارديو بالمونري مع بعض الكارديو ده قلب لا علاقة بالمونري لا علاقة بالرئة يبقى القلب والرئة مع بعض يبقى كلمة فيها أكثر من روت بسميه compound بسميه compound يعني المصطلح term يحتوي على أكثر من روت تمام؟ تمام؟ إزاي يبني medical term إزاي يكون medical term أصلا؟ طبعا الترمي بالميديكال ترمي تتكوية من different elements كما اتفقنا حبار عن روت وعنده prefix وعنده combining form تمام؟ هذا عناصر الميديكال ترمي لكي أبني ميديكال ووردس لازمي ثلاثة basic rules ثلاث قوانين أساسية ومهمة نمشي عليها واحد فيهم هو اللي نمشي عليها أول حاجة أول حاجة بيكون الوردروت مع زائد suffix بتبدأ بvowl الصوفيكس اللي بدأ بvowl يعني بدأ بحرف متحرك نعرفين بقى ان هذا suffix بتيجي في نهاية الكلمة تمام؟ نجي نشوف أمثلة عشان نفهم انت طبعا بتحسوا ان الموضوع كلام نظري مرصوص لكن مع الأمثلة بتفهم الكلام ده الأمثلة أهم حاجة نجي للأمثلة لما نجينا عايزين نقول أنا عايز أشيل المعدة أستقصل المعدة هقولها ازاي قال لي أول حاجة جاستر ده معناه سطمك دوردروت دروت معناه سطمك يعني معناه المعدة طيب الصفكس اللي عندي اسمها ايه؟ اسمها اكتومي اكتومي ده معناها سيرجيكار ريموفل يعني هشيلها ازالة معناها ازالة يبقى كده الكلمة مقارنة من مقطعين جاستر واكتومي معناها ازالة المعدة يعني سيرجيكار ريموفل لما نجمعهم الاثنين مع بعض يبقى تسمها جاستريكتومي جاستريكتومي ده معناه ان انا عمليت ازالة المعدة استقصال المعدة تمام؟ طيب ثاني واحدة الكمباينج فورم زاد الصفكس اللي بدأ بكونوستنت يعني حرف ساكن مش حرف متحرك طيب نشوف مساف جاستر اللي هي المعدة باسي باسي ده الصفكس معناها disease معناها disease يعني فيه مرض تمام؟ عندي مرض في المعدة تمام؟ اللي هو disease أو في الاستومك هاقولها ازاي؟ كميدكل هاقولها جاسترو باسي جاسترو باسي طيب ثانية واحدة بقى انت هتقول لي كده لا انا اطلق بط انت شمعنا هنا حطيت اوه بينهم الاثنين بين الجاستر والباسي وما حطيتش بين الجاستر والاكتومي حرف O او حرف فول حرف متحرك حولك لها سانية واحدة الصفكس هنا في الحالة الاولنية بتاعت الاكتومي بدأ اصلا بحرف متحرك تمام؟ فلا مش محتاج ان انا حطها ايه احط حرف متحرك تاني بينهم خصوصا ان انا عندي روت واحد بس اللي هو الجاستر تمام؟ فما فيش داعي ان انا حط فول تاني قبل الصفكس اللي هي اصلا بدأ بفول لكن الحالة التانية اللي هي الباسي دي بدأ بحرف كونستانت كان يعني كونستانت يعني حرف ساكن مش متحرك فانا اضطر ان انا لازم عشان اربط الروت بالصفكس دي لازم احط ذاول بينهم ولو يكن حرف الو طيب الحالة التالت قالك لو لقيت بقى عندك حاجة اسمها كونباوند ميديكال وورد لقيت مركب كؤية ومصطلح كونباوند مش سيمبل يعني كونباوند يعني اكتر من روت اكتر من روت عندك لازم حتى حتى الروت التاني حتى لو بيبدأ بعرفة متحرك لازم تحط الفاول بقى بعد المقطع الاول او بعد الروت الاول نشوف بالمثال عندي حاجة اسمها الجاستر والانتر وعندي لوجي جاستر احنا اتفاعل ان هو معناها المعدة طيب انتر معناها داورد روت معناها الانتستان اللي هي الامعاء طب وكلمة لوجي دي صافيكس معناها الستادي اوف يعني علم او دراسة زي ما قول مايكروبيولوجي ترمينولوجي هستولوجي فسيولوجي باصولوجي تمام كل الحاجات دي او كلمة مصطلح لوجي دا في الاخر معناها علم او دراسة معناها ايه؟ علم او دراسة طيب انا عندي هنا كومباوند وميديكال وورد ليه قلتكم باوند؟ لان انا عندي هنا توروتس عندي الجاستر تشير الى المعدة والانتر تشير الى الانتستان طب انا عايزهم يتعاملوا مع بعض في نفس المصطلح لازم اعمل ايه؟ لازم افصل بينهم هما الاثنين بحرف فاول حتى لو الروت التاني بيبدأ بحرف متحرك زي الانتر كده تمام؟ فبقت ايه؟ فبقت جاسترو انتريولوجي جاسترو انتريولوجي تمام؟ فصلت بين الروت الاولان والتاني بحرف فاول حتى لو الروت التاني بيبدأ بحرف متحرك تمام؟ فدي الحالة التي تختلف عن حالة رقم واحد تمام؟ لان رقم واحد ده روت واحد بس تمام؟ لكن الحالة رقم ثلاثة لأداتو روتس تمام؟ ده اللي هو هاو تو بيلد ازاي تكون ميديكال تاب طيب ازاي بقى تعكس؟ ازاي لو عندك ميديكال تيرم كبير ازاي تحلله الى المكونات بتاعك؟ تمام؟ ازاي ندي مساء لهذا البري كاردايتس بري كاردايتس عندي هنا تلات مقاطع تلات اجزاء في المصطلح ده اول حاجة عندي بري عندي الكاردي وعندي اللي هي الاخيرة خالص للايتس تمام؟ عندي هنا تلات اجزاء ليه الكلمة دي قسمتها لتلات اجزاء اول حاجة البري ده جايه في بداية ولا نهاية الجملة او نهاية الكلمة؟ في البداية تبقى ايه؟ تبقى بريفكس ولا صافيكس؟ برافو تبقى بريفكس لان البري جات في الاول بريفكس معناها الراوند يعني حوله تمام؟ تاني حاجة الايتس ايتس دي جايه في البداية ولا نهاية الكلمة؟ في نهاية الكلمة غيرت معناها؟ اكيد طيب الايتس دي معناها ايه؟ اللي هي الاي تي اي اس؟ دي صافيكس معناها الانفلاميشن يعني التهاب طيب اللي في النص بقى الكاردي ده معناها ايه؟ ده وورد روت ده الروت ده بتاعي معناه الهارت معناه القلب لما حطي التلات اجزاء جنب بعض بريفكس، روت، سوفيكس هيعمل لي حاجة اسمها الانفلاميشن الراوند الهارت اللي هي معناها البري كارديوتس تمام؟ يابا البري كارديوتس معناها الانفلاميشن الراوند الهارت بري ده بريفكس هذا هو بريفيكس وهو صفحيس وهو صفحيس وهو صفحيس وهو صفحيس هذا كان بالنسبة للمحاضرة الأولى في المحاضرة الأولى بالتوفيق